اهلا بحضراتكم من جديد وقبل الفصل كنت قلت لحضراتكم عن منتخب الريشة الطائرة منتخب الريشة الطائرة الحلقة اللي فاتت اللي قبلية كنت قلت لحضراتكم وكنا طبعا معنا مدخلة ووضحنا لحضراتكم ان الفريق سافر لجنوب افريقيا عشان يشارك بطول افريقيا بفضل الله منتخب بصر حصد بطولة افريقيا للريشة الطائرة والبطولة عملت في جنوب افريقيا طب مشوار الفريق كان ايه طبعا 1000 مليون مبروك للفريق والحقيقة زي ما قلنا أن الرئيشة الطائرة من الألعاب المكافحة بجد الألعاب اللي عايزة تلاقلها مجان على الساحة العالمية والتحاد بتاعها الحقيقة بيأدي أداء جيد جدا وتركيز أنه يوصل مصر لمرحلة متقدمة طيب مشوار المنتخب منتخب يعني فاس في النهاية على موريشيوس بنتيجة 3-2 وده يبيين لك قديقة المنافسة طيب المشوار أو حتى خلينا أكلف ماتش موريشيوس ماتش موريشيوس كان 3-2 ومنتخب موريشيوس تقدم 2-0 على منتخب مصر ولكن منتخب مصر عمل لمنتخبها كبيرة جدا ورجع 3-2 للنتيجة فده يدلي لك قدي منتخب مصر منتخب قوي وده أكبر يعني احتكاك قوي تقدر لانت تبقى خسران وتعود محطوط في وضع مع فرقة كبيرة موريشيوس من أحد أفضل الدول الأفريقية بتلعب اللعبة دي فأنت تحول هزمتك لمكسب مع فرقة زي دي وبر أرضك لا دي خبرة كويسة جدا في منتخب كان في المجموعة فاز على الكاميرون وزنبيا من نتيجة 5-0 بعد كده راح فاز على أغندا من نتيجة 3-1 وبعد كده فاز على جنوب أفريقيا البلد المستضيف طبعا دي صور المنتخب والجهاز الفني بنفس النتيجة أيضا 3-1 المنتخب شارك في البطولة دي بتامن لعيبة وهم أربع أولاد أحمد صلاح أدهم حاتم محمود منتصر كريم محمود عزت واللي أعمل وموتشات كويسة جدا ومعهم أربع بنات وهم دوحة هاني نور يسري وهانا طارق ورحمة العدوي وبدربهم الكابتن محمود عزت واترأس البعثة كابتن منت الله طناني عضو مجلس دارة الاتحاد المصري وعايز أقول لكم أنه دوحة هاني وأحمد صلاح على ما أعتقد هيسفروا بعد البطولة دي على طول عشان أدهم حاتم أدهم حاتم ودوحة هاني هيسفروا بعد البطولة دي مباشرة للمشاركة في بطولة أخرى وهو ده الإعداد وهي دي الاحتكاكات من بطولة لبطولة لمركز لمركز من نجاح لإخفاق ده الخلاط اللي لازم يتضرب فيه أي رياض أنا يعني أنت عشان تحقق نتيجة لازم الرياض يبقى شغلته وعشان يحقق نتيجة وينافس الدول اللي برا والأبطال اللي برا تبتنافس بقى وماشى تالية لازم تضرب في الخلاط ده تطلع من البطولة تلعب جماعي فردي الفردي الجماعي ترجع على مصر معسكر بتروح تاني أوروبا الخلاط ده بيعمله للتحاد بقى دي شغلة للتحاد تحاد الريشة الطيرة لازم يعمل القصة دي ولازم يبقى فيه مفرامة جديدة جدا للعيبة عشان في الآخر نوصل اللي احنا عارفينه ونفس السياسة دي عملها تحاد الرماية اللي أتكلم عنه دلوقتي كمان شوية واللعبة الرماية اللي عمله كده وكان بلوعا عليها بحلبة لعبنا الكبير اللي اتأهل لباريس عشرين وعشرين وخد مديلة دهبية في أحد بطولات العالم اشتركوا في القناة